الأسد الذهبي في تجسيد لجائزة الإنجاز مدى الحياة تمنح للمخرج الفرنسي بيرترون تافيرني من قبل إدارة مهرجان البندقية السينمائي تافيرني الذي يبلغ من العمر 74 عاما يملك مشوارا تاريا في مجال الفن السابع حيث سبق وأنفز بجائزة مهرجان برلين السينمائي عام 95 عام فيلمه الطعم وجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان عام 84 عام فيلم يوم أحد في الريف وفز فيلمه Around Midnight بجائزة أوسكار لأفضل موسيقى أصلية عام 86